اشتركوا في القناة اتبع تعليمات المعلمة وأخيراً اسأل باستخدام المنصة الوسائل التي سنحتاج إليها خلال هذا العرض هي كتاب العلوم الجزء الثاني قلم وممحات ودفتر لتسجيل الملاحظات المهمة وفي نهاية هذا الفيديو سوف تصبح قادراً على أن تتعرف إلى المغناطيس وأقطابه وخصائصه وأن تتعرف أيضاً إلى كيفية تفاعل قدبي المغناطيس مع بعضهما البعض بالتأكيد رأيت يوماً ما أو حتى جربت بنفسك استياض السمك بواسطة الصنارة في لعبة السمك أو تعليق ألعاب الفواكه والخضار على ثلاجة البراد في المنزل أو حتى تعليق ممحات على اللوح في الصف وأبقائها ثابتة ولكن هل تعرف ما السبب الذي يجعل هذه الأشياء تلتصق وتنجذب لبعضها البعض؟ حسناً سنسأل السؤال بطريقة أخرى هل فكرت يوماً في كيفية انتشال إبرة حديدية من كومة قش من دون أن تلمسها؟ أو حتى في كيفية الحصول على مسمار حديدي عالق في التراب ولكن من دون أن تلطخ يديك؟ بالتأكيد أنت فكرت باستخدام المغناطيس أحسنت فإن المغناطيس هو المسؤول عن انجذب بعض الأشياء لبعضها وأيضاً نستطيع استخدامه لانتشال بعض الأشياء الحديدية الصغيرة والآن اقرأ ثقرة اكتشاف المغناطيس صفحة 10 على الكتاب ومن ثم عالج البند رقم واحد بقلم الرصاص على كتابك أو على ورقة منفردة وأوقف الفيديو إلى حين انتهائك إذن كيف تم اكتشاف المغناطيس؟ تعود تسمية المغناطيس إلى العصور القديمة بعد اكتشاف نوع من الصخور يحتوي على معدن الماغنيتايت وهو معدن يجذب الأجسام التي تحتوي على الحديد وهذه الصورة تعود إلى صخرة قديمة تحتوي على معدن الماغنيتايت فإذن كلمة ماغنيتايت اشتقت منها كلمة مغناطيس ولكن هل يجذب المغناطيس فقط الأجسام التي تحتوي على الحديد؟ في الحقيقة المغناطيس يجذب الحديد ولكنه بالإضافة إلى ذلك يجذب بعض المعادن الأخرى وهنا تجدر الإشارة إلى أن المعادن هي مواد صلبة لها شكل منظم وتتواجد بشكل طبيعي في الطبيعة مثل النيكل والكوبالت وهذه هي صورة معدن النيكل الذي يستخدم في تصنيع العملات المعدنية والأدوات المنزلية والطبية وهذه هي صورة الكوبالت والذي يستخدم في الصناعة وفي الطب لعلاج بعض الأمراض تشير الصور التالية إلى بعض الأدوات المصنوعة من معدن النيكل مثل بعض الأدوات المنزلية وبعض القطاع المعدنية وهذه الصور تشير أيضا إلى أدوات مصنوعة من معدن الكوبالت مثل المفاتيح وبعض الأدوات المستخدمة للزينات المنزلية وأيضا لتعبئة العطورات هل شاهدت يوما مغناطيسا؟ برأيك هل المغناطيس شكل واحد أم أشكال متعددة؟ حسنا غالبيات المغانط المستخدمة حاليا وتجدر الإشارة إلى أن مغانط هي جمع كلمة مغناطيس هي مصنعة وليس طبيعية ولها أشكال متعددة فمنها ما هو مستطيل ومنها ما هو مربع ومنها ما هو دائري أو مثل الحرف U باللغة الإنجليزية أو U باللغة الفرنسية هل شاهدت يوما مغانطة كهذه؟ إن هذه المغانطة شكلها مستطيل وهذا المغناطيس شكله يشبه الحرف U ولكن هل تعرف ما دلالة ألوانها الأحمر والأزرق؟ وهل تعرف ما معنى الحرفين N و S المكتوبين على هذه المغانطة؟ حسناً اقرأ فقرة قطبة المغناطيس صفحة 10 وأوقف الفيديو إلى حين انتهائك إذن يتميز كل مغناطيس بغض النظر عن شكله بأن لديه طرفان يسمى كل منهما قطباً وتظهر هذه الصورة مغناطيساً مستطيلاً لديه طرفان الطرف الأول هو القطب الجنوبي ويرمز له عادة بالحرف S ويشار إليه باللون الأزرق أما الطرف الثاني يسمى القطب الشمالي ويرمز له عادة بالحرف N ويشار إليه باللون الأحمر علماً بأن هذه الألوان يمكن أن تتغير إذ يمكن استبدال اللونين الأحمر والأزرق بألوان أخرى وإذا ترك المغناطيس ليتحرك بحرية فإن القطب الشمالي منه يتجه إلى شمال الكرة الأرضية أما القطب الجنوبي فيتجه إلى جنوب الكرة الأرضية والآن عالج البند رقم 2 صفحة 10 على كتابك بقلم الرصاص أو على ورقة منفردة وأوقف الفيديو إلى حين انتهائك لنصحح البند سوياً إذن يشير الحرف N إلى القطب الشمالي للمغناطيس بينما يشير الحرف S إلى القطب الجنوبي حسناً هل حولت يوماً تقريباً مغناطيسين من بعضهما البعض؟ هل لحظت تصرفاً غريباً من قبل هذين المغناطيسين؟ شاهد فيديو تفاعل قطبي المغناطيس التالي موسيقى اشتركوا في القناة تتفاعل اقطاب المغانط مع بعضها البعض اذ تتجاذب اقطاب المغانط المختلفة اي تقرب من بعضها البعض وهذا ما نسمنيه التجاذب فاذا حولنا مثلا تقريب القطب الشمالي للمغنطيس الاول من القطب الجنوبي للمغنطيس الثاني ينشأ عن ذلك علاقة التجاذب اي يقترب المغنطيسان من بعضهما البعض بل يلتسقان ببعضهما البعض وهذا ما يظهر بشكل واضح في هذه الصورة في حين تتنافر اقطاب المغانط المتشابهة اي تبتعد عن بعضها البعض وهذا ما نسميه التنافر فاذا حولنا مثلا تقريب القطب الشمالي للمغنطيس الاول من القطب الشمالي للمغنطيس الثاني او العكس اي تقريب القطب الجنوبي للمغنطيس الاول من القطب الجنوبي للمغنطيس الثاني ينشأ عن ذلك علاقة تنافر اذ يبتعد المغنطيسان عن بعضهما البعض وهذا ما يظهر واضحا أيضا في هذه الصورة والآن أكمل الاستنتاج في الصفحة الحادية عشرة بقلم الرصاص على كتابك أو على ورقة منفردة وأوقف الفيديو إلى حين انتهائك فلنصحح هذا الاستنتاج سويا تتناثر أقطاب المغانط أحسنت المتشابهة في حين تتجاذب أقطاب المغانط المختلفة لماذا برأيك يجذب المغناطيس فقط ضمن المنطقة المحيطة به والقريبة منه ولا يجذب بعيدا عنها هل تعرف السبب وراء ذلك؟ السبب وراء ذلك يعود إلى وجود حقل مغناطيسي لهذا المغناطيس ولكن ما معنى الحقل المغناطيسي؟ الحقل المغناطيسي هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس حيث تظهر آثار قوة جذب المغناطيس ولكن الحقل المغناطيسي لا يرى بالعين المجردة وإنما نستطيع رؤيته من خلال هذه التجربة في هذه التجربة أحضرنا ورقة بيضاء ووضعناها فوق مغناطيس مستطيل ومن ثم قمنا برش برادة الحديد أي فتاة الحديد على هذه الورقة فاتخذت برادة الحديد هذا الشكل المنظم وأن هذا الشكل المنظم هو الذي يشير إلى الحقل المغناطيسي للمغناطيس نستطيع أن نرى بوضوح من خلال هذه الصورة وجود خطوط منظمة ومرتبة حول المغناطيس وهي تعود إلى خطوط الحقل المغناطيسي له وكلما كان الشيء موجودا ضمن هذه المنطقة كلما كان جذابه للمغناطيس أكبر وكلما كان الشيء بعيدا عن هذه المنطقة كلما كان جذابه للمغناطيس أقل ولكن ألم ترى شيئا لافتا في هذه الصورة؟ أحسنت تتجمع برادة الحديد بشكل أساسي عند القطبين حيث قوة جذب المغناطيس أكبر وتقل في المناطق الأخرى فإذن نستنتج من ذلك أن قوة الجذب تتركز في القطبين وتقل في المناطق الأخرى شاهد معي هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لنكمل الاستنتاج معا في الصفحة الثانية عشرة يجذب المغناطيس برادة الحديد بطريقة منظمة وبخاصة قربة أحسنت القطبين تعرف المنطقة المحيطة بالمغناطيس حيث تكون قوة الجذب بالحقل المغناطيسي أحسنت أكبر وفي خلاصة الدرس المغناطيس يجذب الحديد وبعض المعادن الأخرى وله أشكال عديدة ويتميز بوجود قطبين القطب الشمالي ويرمز له بالحرف N والقدب الجنوبي ويرمز له بالحرف S تتجاذب الأقطاب المختلفة بينما تتنافر الأقطاب المتشابهة تتركز قوة جذب المغناطيس عند القطبين تستطيع عزيز الطالب أن تجارب بنفسك تجربة الحقل المغناطيسي وهي تجربة النشاط رقم 2 في الصفحة الثانية عشرة مفكرتنا المنزلية تضم حفظ البند رقم 2 صفحة عشرة والاستنتاج في الصفحات الحادية عشرة والثانية عشرة ونسخ الإجابات الصحيحة على كتابك وفي النهاية شكراً لحسن مشاهدتك ترجمة نانسي قنقر